يقول إذا كان إمام المسجد لا يفعل بعض السنن هل يجوز الاقتداء به في تركها للحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به ليؤتم به في أفعال الصلاة ولا يؤتم به في التفريط والكشف تتفهم الحديث على غير مقصوده إنما جعل الإمام ليؤتم به في أفعال الصلاة تكون أفعال المأموم بعد فعل الإمام تكبير والركوع والسجود والتسليم غير ذلك من الأفعال والأقوال لا أنك تقتدي بالإمام في تساهله وفي كسله نعم